اكد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي حرص مملكة البحرين على التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في العديد من المجالات بما فيها مجالات الطاقة بما يتوافق مع توجيهات جلالة ملك البلاد المعظم ورؤية سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتطوير مجالات الطاقة في المملكة جاء ذلك أثناء لقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع أموس هشستين مستشار في مجال الطاقة بالولايات المتحدة وذلك خلال زيارة سموه إلى الولايات المتحدة الامريكية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أهمية الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة الامريكية في مجال الطاقة وتبادل الخبرات البحرينية الامريكية في هذا المجال وتعزيز الاستثمار في الطاقة والنفط والغاز وقد ناقش سموه خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية في الاستثمار في مجالات الطاقة وقطاعات النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة هذا وحضر اللقاء الشيخ عبدالله بن راشداء الخليفة سفير مملكة البحراء لدى الولايات المتحدة الأمريكية والشيخ خالد بن عدي آل خليفة مساعد مستشار الأمن الوطني ترجمة نانسي قنقر